ناس عايشين في بيوتهم وبيوتهم كويسة وعندهم أشغالهم وبيجروا على عيالهم وغيروا وغيروا وبقوا مئي دلوقتي مشردين خارج بلدهم وفي حتة تانية وتيهين وبيستجدوا الناس اللي قلبهم يعني كويس علشان خاطر يلقلهم أماكن كل الناس دولت فين 24 ساعة لو بصينا لللي بيحصل في سفر الرؤية واللي بيحصل في سفر الرؤية بس سواء من ناحية الأبواق والجماعت والضربات والحاجات دي كلها معلش هي منقسم الجزئين يعني جزء منه نتيجة ارتفاع يد الله عن الحماية اللي بيوفرها لأن الناس الموجودين دولت ما هماش تابعين للرب يا إما أنه بتنصب جامات غضب الله من خلال عمل الملائكة يا إما أنه إبليس نفسه إبليس نفسه لأنه ليه سيطرة في الأرض في هذا الوقت عن طريق ضد المسيح سواء الديني أو السياسي وحكم العالم من خلال الشر فالحاجات دي اللي هتيجي ساعتها مش هتبقى الكتاب المؤدس بيقول أنه لو لم تقصر تلك الأيام لم يخلص جسد بس للأسف ملهاش مخرج اللي هيخش فيها فالنهاردة ربنا بيسمح أنه هو يورينا بيسمح أنه يهز أوروبا ويهز الناس ويخليهم وقفين على أطراف رجليهم ويعني مين هيروح يستثمر في حاجات معينة مين هيعمل حاجات في حتة معينة مين 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 أسئلة كتيرة وعلامات استفهام كتيرة ناس كتيرة قوي متشردة وغيره وغيره هل يا جماعة دي حاجة واللي حصل من كورونا والفزع مال العالم وغيره يا ترى كل دوت الله بيسمح أنه تبقى فيه بروفات مش لأنه هو اللي ورا الحاجات دي لا إبليس بس إبليس المساحة المعطالي مساحة ضئيلة جدا بما سيكون عليه في وقت الضيقة العظيمة مساحة ضئيلة جدا ليه؟ لأن فيه ريسترينر اللي هي الكنيسة فيه حد بيحجز أن دوت يحصل ليه؟ لأنه الله بنفسه داخل كنيسته فبالتالي الأمور مش متروكة على عواهنها وإحنا من حقنا نغير حاجات بوجودنا بالسلطان اللي لينا بمرستنا لسلطاننا الروحي على الأجواء والمساحات بتاعت السلطاننا الروحي سواء على المستوى الشخصي أو المستوى الكنسي أو على مستوى المؤمنين بصورة عامة فعايزة أقول لحضرتك والحضرتك اللي بتسمعني ويريد كمان تقول لكل الناس اللي بتحبهم دي يا جماعة بروفا مش الله هو اللي جاب الكورونا لا لكن فيه سماح إلهي علشان خاطر يريد الناس تدرك إبليس هو وراء الحاجات دي كلها الله هيستفيد منها أكيد لأنه بيخرج من آكل أكلا ومن الجافي حلاوة لكل نفس ب الحاجات دي بتنبه أروح لكن فيه وقت مش هيبقى فيه أي نوع من الفكاك ده فيه ناس هيتمنوا الموت ومش هيحصلوا عليه زي ما بيقول لنا فيه ساعة 16 من سفر الرؤية آخر حاجة التعليقات برضو من الناس